السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إن شاء الله في فيديو جديد من سلسلة حلقاتنا اللي هي بدائل موفرة جدا جدا للعلف إن شاء الله النهاردة هتأكل كل تيورك بخمسة جنيه بس كل تيورك كلها طول اليوم بخمسة جنيه بس حاجة بسيطة جدا جدا ومتوفرة طبعا الحمد لله ومش غالية وهتعملك ما شاء الله قد كده كمية وهتزود الأوزان عندك جدا ومش هتحتاجي لكمية العلف اللي احنا مستهلكة فراخ اللي قدامنا ديت أنتو عارفينها الناس اللي متابعين القناة دول كانوا طالعين برضو من تحت البطة هم دول اللي اكتلعوا معايا يعني أنا كنت حطالها كتير بس هم دول اللي اكتلعوا ثلاث فرخات وديك دول ما شاء الله عندهم نوعهم الأول قبل ما يقول عندهم قد إيه ونوعهم جميزة بياض عندهم شهرين عندهم شهرين بالزبط العلف اللي انا حطيته لهم أو بديل العلف اللي انا حطيته لهم ده ممتاز طبعا الفراخ بعد البلدي او الجميزة هما الاتنين بيتعاملوا معاملة واحدة الفراخ بعد ما تكمل شهرين يا جماعة نقدر نحط لها أكل بيتي زي ما انتو شايفين كده في الأرض انا حطلهم دوت بتاعده برتقان اش برتقان وحاجات من زي كده وبصل كل الحاجات اللي بنرميها في البيت ما نرميهاش احنا عندنا ايه غلابة هما تمستنين يأكلوا اي حاجة الوصفة بتاعته النهاردة رخيصة جدا وسهلة جدا وبسيطة جدا وفي ثواني هتعمليها وهتكبر لك الاوزان بسم الله ما شاء الله قدي كده احنا في سن شهرين تقدري تقليل العلف خالص وتقدري تلغيه بقى وتحطي بداي للعلف اللي احنا بنعملها ديا انا كده كده ما بأكلش غير وجبتين والفراخ عايزة هتكبر معاك وتتقل وتملح يعني تملح وصلتها كده وتاكل كتير حاجتين اتنين هتنوعي في الاكل تاني حاجة هتجوعيهم انا نجوعهم ان احنا بنحط اكل مرتين مرة بعد الظهر ومرة بعد العصر كل المتابعين القناة بتاعتي عارفين الكلام ده نبدأ بقى في الوصفة على طول علشان ما نطولش عليكم اول حاجة معانا هتجيبي كيلو انا ده نص كيلو ده قال لي والله ده ربع كيلو امح عادي جدا هنغسله كويس قوي وننقعه من بالليل اول على الاقل حاجة اربع ساعات وبعد كده هفي حلة ما فيها لتر ومية هنحطه وهنغليه نديله غلوة واحدة بس مش هنحط عليه اي اضافات خالص وزي ما هنشوف كده اهوان هنحط عليه المية انا فضلت طبعا انا نخسله ونقعه قبل الغلية علشان ما ياخدش مني وقت كتير على البتجاز فنوفر كمان في الايه في استهلاك الغاز الكمية اللي انت عايزاه على حسب عدد الطيور اللي عندك وحسب كمية الطيور هقولك دلوقتي نستخدمها العمرة قد ايه ونوع الطيور ايه اللي ممكن نستخدمها ليه كده خلاص الامح بقى مية مية هنصفيه دية المية اللي طلعت منه طبعا مش هنرميها ابدا هنسقيها برضو للطيور جميلة جدا جدا فيها كل مميزات الامح وفيها كل الحاجات اللي فيه هنضيف بقى على شوية الامح اللي احنا عملناهم دول حاجات تزود الكيمير غذائية وتساعد الطيور بتاعتنا وتخلل ان التغذية بتاعتهم تبقى سليمة وممتازة مية في الماء زي ما انت شايفين كده بصفيته وحطيته في مصفة مفيش فيه ولا نقطة مي يتصفى تماما عشان انا هااكل منه فراخ واحنا عارفين ان الفراخ متاكلش اي اكل عليه بلل اي اكل مبلول بالذات الفراخ البلدي قبله عمر شهرين يعني ممكن بعد اوام شهرين تأكريهم من الاكل البيت عادي بس برضو مش بيبقى حلو يعني بتعرضوا لمشاكل انتفاخ ومشاكل كتيرة او صحي الميزة ما قطلكه هعطشهم وحطوا هلهم بازن الله سواء للفراخ للحمام لأي حاجة انت عايزة تسمينيها الفراخ افوا الفراخ اللي هي اللي اكتر من اللي عمرها اكتر من عشرين يوم او ممكن تحطيها اقل من عشرين يوم مية الامح دي عادي ممكن فراخ عندها عشر تيام برضو مفيش مشكلة ههض ايه بقى على الامح علشان ازود كيمة الغذائية دول شايفين الحبة دول دول ميجوش تلت مسلا الكمية اللي انا عملتها دول يعني كده حفانين منها هأكل بهم عشان انا عندي عدد فرخات صغير هنحط عليها زي معلقة خميرة كده خميرة فورية طبعا كده كيمة الغذائية بقت عالية جدا جدا وهنحط كمان شوية عسل اصمر يعني نص معلقة صغيرة حاجة كده بسيطة خالص هم انتوا شايفين كده جا كتير مني هنقلبو كويس قوي ونحطو نراعي ان احنا ما نحطش الخميرة والعسل لو والطيور بتاعتنا عندها اسهال شديد لانه هيزوده بعد كده هنبدأ نقدمها بقى للطيور بتاعتنا شوف يا ستي الفراخ البلدي عمر 20 يوم تبدأ يتأكلها منها لحيات ما يتم مثلا ثلاث اربع شهور لو انتي عملها للتسمين هتتباحي او هبيع على اربع شهور لو عملها للبيض يبقى هتوقف الوصفات دي كلها بعد كده لان الوصفات دي ليه التسمين يا جماعة مش للفراخ البيض انا الفراخ ديت عشان عندهم شهرين بدأت ان انا نحط لهم اكل بيتي عادي هتستخدميها للفراخ البيضة الفراخ البيضة عادي جدا بعد عمر 20 يوم برضو هنحطها زي نفس الطريقة ديت ممتازة جدا محدش يحط الامح ناشف ويقول هيسمن سبحان الله الامح هو ناشف بيخسس بيدوي بالدهون لكن الامح هو معمول بالطريقة ديت بيسمن وبيزود الوزن هتشوف الفراخ ما شاء الله بتقبل عليه وبتاكله بطريقة حلوة جدا لان طبعا الامح ده طاري وحلو وكمان عليه عسل العسل طبعا مفيد جدا جدا وكمان غسيل كلاوي يعتبر رخيص وبلاش للتيور وكمان الخميرة حاجة روعا طبعا مش هنحطه كل يوم عليه عسل وخميرة انت هتعمليه كل يوم كل مرة ممكن تحطي عليه حاجة ممكن مرة تخرطي عليه تم وبصل تمام ممكن مرة تحطي عليه رشة زنجبيل ممكن مرة تحطي عليه تحطي معاه مثلا وانت بتغليه حلبة زي ما حطينا مع الوصفة اللي فاتت ممكن تحطي معاه معلقة شعير معلقة كسبرة اي حاجة ممكن نحطها مع الوصفة ديت زي الحاجات اللي احنا حطناها في الوصفة اللي فاتت الكمية ديت موفرة جدا كيلو الامح بخمسة جنيه ده ربع كيلو يبقى النص باثنين جنيه ونص ربع بجنيه وربع بجنيه وربع انا اكلت تيوري كلها انت ممكن بقى لو انت تيوري كتير هتجيبه نص كيلو باثنين جنيه ونص وهتشوفي هيبقى ما شاء الله لما بتتسلق بالطريقة ديت بتعمل نتيجة قد ايه واهم حاجة انها هتديك نتيجة في التسمين عالية جدا كمان انا هاخسامن بيها الزغليل بسم الله ما شاء الله بتخلي الزغليل ممتازة انا فارق عيش يعني عارفين العيش لما بنجيبه ونعينه في التلاجة لتاني يوم بعدين نرفروكه بأيدينا كده ناعم زي ما انتوا شايفين كده بعمل زي الروس وحطيت عليه حفان او حفانين من الامح اللي انا عملته ده معاكو دلوقتي واقلبه كويس اوي واحط عليه برضو رشة من الخميرة الفورية ديت معلقة واحط معلقة صغيرة من العسل الاسود وهحطه للحمام اللي عنده زغليل روعة جدا 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 هتشوف النتيجة وهتشوف الاحجام بتاعت الزغليل بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا اه اتمنى ان شاء الله ان سلسلة الفيديوهات بتاعتنا اللي هي بتاعت البداي للعلف تعجبكم وتناسب كل الظروف بتاعت كل الناس اللي ما يقدرش يستخدم الرز يقدرش تستخدم القمح اللي ما يستقرش يستخدم الاتنين يقدر استخدم البطاطس الموجود عندك والموسم المفروض المتوفر عندك والحاجة الارخص الموجودة عندك استخدميها كل يوم ما تخافش منها هقدمها للحمام هود بسم الله ما شاء الله الحمام بيحبها جدا 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 ويعني حاجة طحفة على طول هياخد منها ويأكل الزغليل بتوعه وطبعا هتلاقي النتيجة وخلي بالك برضو الامح الناشف مع الحمام بيناشف الزغليل محدش يكتر منه تمام قديني قلت الامح الناشف بيدوي بالدهون بيخسس بيبقى حلو جدا للفراخ البيض حلو جدا للحمام البيض بس ما تكترش منه لما يكون عندهم زغليل عندهم زغليل يبقى الامح المسلوق اللي احنا عملناه بالطريقة ديت وتحطي عليه الادافات اللي اقتلك عليها لو انت حبه وتنوعي الحمام والفراخ بيحبوا جدا التنوع في الاكل بالنسبة للناس اللي هتسألني الخلطة دي تنفع للبط اه طبعا تنفع للبط جدا 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 من بعد عمره اسبوع واحد تنفع للبط جدا 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 مش هشيل العلف خالص لا يعني لو هم بأكلهم الصبح علف بأكلهم دي اخر النار والعكس فطرهم بالوجبة دي واكلهم باخر النهار عشان بالذات العلف يفضل قدامهم طول الليل ما يحمطش فانا اخلي الحاجة الناشفة لبالليل واعمل الحاجة اللي انا اقدر اتحكم فيها طول النهار وانا موجودة جنبيهم كده اشيلها واحطها عادي فيعني انت بنظرك وحسب استخدامك واي حد عنده اي سؤال تبغولي في التعليقات وان شاء الله انا بجاوب على كل التعليقات اللي لقيني مربطش على التعليق بطاعة حاجة منك اما ان كلامه مش كويس يعني بس اللي هي بتتكلم كلام مش كويس دي انا وبشوفش تعليقات اصلا او انه يكون التعليق عادة وانا مخدش بالي منه او مش هكوش ومجال كده انا ان شاء الله بجاوب على كل التعليقات وبجاوب على كل استفساراتكم بيكون سعيدة جدا بيها والله واتمنى لكم كلكم الخير ويا رب دايما تكونوا مبسوطين وصعدة وفي احسن حال اتمنى لو الفيديو عجبتك والفكرة عجبتك تعملين لنا لايك وتكتبين لنا دعوة حلو في الكومنتات شكرا والسلام عليكم ورحمة الله